رئيس الجمهورية الصحراوية دعا إلى رص الصفوف وتصعيد أساليب المقاومة في مواجهة ارتفاع وتيرة الوحشية المغربية نعقاد اجتماعات الآلية الوطنية للخطاب يتزامن مع ارتفاع وتيرة الوحشية المغربية ذلك أن الاحتلال المغربي يحاول بكل الأساليب الخصيسة ضرب لحمة الشعب الصحراوي حتى اجتثاثه من أرضه ووطنه على كل الصحراويات والصحراويين التصدي له والعمل الدائم على رص الصفوف والتصعيد في كل أساليب المقاومة والتحل الدائم باليقظة والفطنة لإفشال مخططات العدو الدنيئة